حذر المحرر بصحيفة الديلي تليغراف الاسترهيث من أن حربا عالمية ثالثة باتت أقرب احتمالا للوقوع اليوم معتبرا أن الأسلحة الجديدة وإخفاق الغرب في فهم أعدائه يزيدان من خطر نشوب صراع مروع على حد تعبيره ويقره في مقالب الصحيفة بأن البشر ظلوا محظوظين حتى الآن فعلى الرغم من أنهم هم من اخترعوا الأسلحة النووية قبل 77 عاما مضت فإنهم لم يستخدموها في قتل بعضهم بعضا منذ إلقاء الولايات المتحدة قنبلة نووية على مدينة ناجازاكي اليابنية وقال إن الدول تجنبت استخدام الصواريخ بعيدة المدى لإبادة مدن أعدائها مضيفا أن البشر يعبثون بالهندسة الوراثية وبالسفن في الفضاء ويستخدون الذكاء الاصطناعي وبعض الكائنات المسببة للأمراض الفتاكة لكنهم لم يستخدموا حتى الآن أي من تلك التقنيات في حرب جماعية ومع ذلك التوفيق المقرون بالثقة بالنفس إلى حد الغرور والغترسة تزداد احتمالات دلاع صراع دولي خطير أسوأها وقوع حرب عالمية أخرى أكبر بكثير مما ندرك وهي احتمالات تتفاقم يوما بعد يوم ويمضي المحرر بالصحيفة البريطانية إلى القول أنه ما من أحد يعرف على وجه الدقة احتمال نشوب مثل تلك الصراع أو مثل ذلك الصراع لكن حتى مع احتمال بنسبة 10% لحدوث كادثة عالمية خلال هذا القرن سيكون مخيفا بما يستوجب من كل الدول الغربية الاهتمام بالأمر بشكل عاجل ومتجدد لضمان تفادي حرب كمعركة هرم جدون في نهاية الزمان وذلك لن يتأتى إلا عبر قوة ردع فعالة وتحالفات جديدة واستثمارات ضخمة في الأسلحة الدفاعية وانخراط عاجل في تعاون دبلوماسي شكرا